بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب ان شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الرابع لمقرر النظم بالمعادل قد دقيق في الجزء ده جماعة هناخد عدد من الأكواد اللي بيعبروا عن البوش والبوب أوبريشنز احنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان البوش والبوب هي عمليات ايه؟ 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 عمليات وضع data وإخراج data من الميموري او جزء الاستاك اللي موجود في الميموري مش كده؟ تعالي ناخد مع بعض جزء الاستاك كده اللي موجود عندنا وبفرض الشكل اللي قدامك ده هنفرض اي شكل قدامك معايا؟ هنفرض ان احنا ايه؟ وايه هنا فيه قيمة وليكن مثلا قيمة R معايا؟ طيب والقيمة ديت لها عنوان وليكن بالترتيب كده A B C يعني ايه؟ يعني ال R عنوان هو C في الاستاك اذا الادرس هو C للR طيب الادرس اللي قبله هيبقى ال B والادرس اللي قبله هيبقى ال A طيب علشان اعمل بوش لل R في الاستاك اللي قدامك ده جماعة ايه اللي احنا بنقوم بيه؟ اه بنجيب كيمة R من الرجستر اللي هي كانت متخزنة فيها ونعمل عملية بوش فين؟ اه؟ في اول موقع من الاستاك زي ما انت شايف اذا باخد كيمة R من الرجستر اللي هي كانت مخزنة فيه واعمل بوشنج لمين؟ اه؟ لكمتها فين في الاستاك طيب احنا عندنا ما يسمى بالاستاك بوينتر مش كده؟ اه استاك بوينتر اللي هو ال S B بيشاور على الادرس لمين؟ اه؟ للداتا اول ما انت تعمل بوشنج لل R ال S B بيقوموا على الوطول متحرك ورايح يشاور على الكيمة اللي بعدها اللي هي ال B في الحال دي يا جماعة لو انت جدت الواحز وهو بيشاور على ال C وعند الحركة لل B يبقى كده كمتو قلت كمتو قلت كايه كباينري مش كده؟ كباينري ديجيت لان احنا عارفين ان ترتيب A B C في الهكسا ديسيمال ان ال B ثم C لكن لما تيتحركوا من ال C لل B يبقى انت كده قللت كمتو معي؟ تمام دي لعملية البوشنج عملية البوشنج ان نعمل بوش لمين؟ لقيمة لقيمة ال data ثم ال S B يتحرك بعد كده بعد ما يحصل عملية البوشنج لمين بقى؟ اه يعمل A L عشان يوصل لمين لكم اللي بعدها استعدادا لادخال data جديد طيب دي عملية البوشنج طب عملية البوب عملية عكسية مش كده؟ اه يعني مثلا لو احنا عندنا هنا كده data وليكن R1 R2 R3 وعنزين نعمل هنا كمان العناوين بتاعتها ال A وال B وال C كعناوين واحنا عايزين نخرج ال R3 خلي بالك هنا كان ال S B لستاك بوينترا عند ال A في حد اخراج R3 بنخرج R3 الاول مش كده؟ نعملها عاملية بوب ثم قيمة ال S B تعمل A أي وقت برافو عليك تزيد تروح عند ال B وكأنها زادت معنا يا جماعة اه اذا في البوبنج يحصل ايه يا جماعة نخرج ال data اللي قدامنا تروح لرجستر اللي هي هتخرج له وبعد كده تزيد كيمة ال S B استعدادا برضو لاخراج data جديدة طب نشوف الكلام ده بقى كواد يا جماعة زي ما انت شايف كده عاملية البوش وعبارة عن ايه ها بنعمل AD أيوه بنضيف كيمة ال data اللي موجودة في الرجستر مش كده؟ اه وايه كمان؟ واحنا اتفقنا مع بعض كده انك انت اول حاجة بتعملها بتعمل ايه؟ ايوه بتدكريمنت ال S T G بتقل S T G يبقى بفرض ان ال S T G في رجستر R6 اعمله دكريمنت الاول ثم اعمل عاملية بقى ستورنج البوش اعمل بوشنج اخد ال data اللي موجودة فين ها في R0 وحطاها فين في ال S T G يبقى بعمل AD و store طب عملية البوب يا جماعة ها بسيحصل ازاي؟ بقول بوب لل data بخرج ال data الاول بعمل load الرجستر بخرج ال data حطاها في الرجستر ثم امر الاد بيعمل ايه بقى increment ال S T G زيادة ال S T G خلي بقى لك هنا بقى عملية الدكريمنت هنا تمت برضو بامر AD وعملية هنا برضو الأنكريمنت تمت بامر AD طب ازاي اللي تمو بامر AD سهلة جدا لان في الدكريمنت لما تيجي تضيف سالب واحد وكأنك عملت تطرح بواحد مش كده ولا ايه وهنا ها في المرة التانية في الأنكريمنت ضيفت واحد فقط وكأنك انت عملت فعلا الأنكريمنت بمقدر واحد يبقى كده فهمنا عمليات اللي ستاك ايه عمليات بتاعته البوش والبوب بايه بطريقة الأكواد وازاي تكتب أكوادته عبر عن البوش والبوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا